السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبعي قناة التعليمية في خبر عاجل يتضمن موعد إجراء الامتحان الموحد المحلي على صعيد المؤسسة بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي والسنة الثالثة إعداد إذن بالنسبة لتاريخ إجراء الامتحان المحلي الموحد على صعيد المؤسسة للسرك الابتدائي سيتم ذلك إن شاء الله يومي الواحد والتاني يومي الأول والتاني من فبراير 2022 يعني نهار واحد وجوج فبراير 2022 إن شاء الله وبالنسبة للفروض الفرد الثاني المراقبة المستمرة إن شاء الله سيتم الإجراء ديالهم في الفترة من المبتدة ما بين 24 و 29 يناير إذن كما قلنا الفروض سيتكون إن شاء الله بين 24 و 29 يناير والفرد المحلي على صعيد المؤسسة سيكون يومي 1 و 2 فبراير إن شاء الله وبالنسبة للسنة الثالثة إعدادي فمن المقرر أن يجرى الفرد أو الامتحان الموحد المحلي على صعيد المؤسسة أيضا يومي الأول والتاني من فبراير إن شاء الله وإجراء آخر فروض المراقبة المستمرة ما بين 24 و 29 يناير 2022 وبالتوفيق للجميع إن شاء الله ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا ليصلكم كل جديد شكرا